وبالتالي المسلم في تعامله مع المجتمع ينساق مع كل عرف لا يعارض الشرع بحيث يعني يطيب خواطر الناس نعم وإذا كان إذا عارض هذا العرف قواعد الشرع فلا هوادة فلا هوادة نعم وأيضا يمكن أن نقال أخي ويس قبل أن ننسى بأن الأخلاق أيضا نوعان هناك أخلاق جبلية وهناك أخلاق مكتسبة أخلاق جبلية بمعنى أن بعض الناس شجاع جبلة كما يذكر عن عنترة وفلان من أهل الجاهلية بعض الناس كريم جبلة كما يذكر عن حاتم وبعض الناس مطبوع على نصرة المظلوم كما كان في دار بن جدعان ونحو ذلك فهذه أخلاق جبلية ولكن هناك أخلاق قد لا تكون فيها وهي مما أمر به الشرع فمطلوب مني أن أجاهد نفسي لأكتسبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم وقال ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله وهذا ربما ينطبق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كيف كان ما فيه من شدة وحينما ولي أمر المسلمين نعم تحول إلى رحمة ورفق نعم